في اطار المساعد الدولية لحل الازمة الليبية بالطرق السلمية اكدت المانيا ان مؤتمر برلين بشأن ليبيا سيعقد يوم الاحد المقبل الحكومة الالمانية اعلنت توجيه الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر واضافت ان من بين المشاركين في المؤتمر ممثلين عن الولايات المتحدة روسيا بريطانيا فرنسا الصين تركيا وايطاليا بالاضافة للامم المتحدة الاعلان عن موعد انعقاد مؤتمر برلين يأتي بعد عدم التوصل لاتفاق بين الاطراف الليبية في العاصمة الروسية موسكو وهو ما ينذر باندلاع المواجهات مجددا فقد افادت مصادر في القيادة العامة للجيش الليبي بصدور اوامر لجميع قطاعات الجيش في المنطقة الغربية بالتأهب لاستئناف العمليات العسكرية للسيطرة على العاصمة وفي المقابل انتشرت القوات والميليشيات الموالية لحكومة السراج في شوارع العاصمة ترابلوس استعدادا للمواجهات المرتقبة مع قوات الجيش الليبية في ظل عدم التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار بعد الاعلان عن هدنة بين الطرفين يوم الاحد الماضي